يزيد ملايين من العشة المتصدر للقيمة برحب بحضرتك يا كابتن منوّرنا في قناة الأهلي وفي الحريفة أهلا بحضرتك كابتن عايزة أتكلم حضرتك خلينا نبتدي بقى بالجماهير مسندة الجمهور المغربي للنادي الأهلي حضرتك طبعا لها بكرة سابق فأكيد عارف قد إيه الجماهير ديك تفرق اللي استاد فل كل الجماهير المغربية سندة النادي الأهلي بشكل كبير جدا شفت ده إزاي يعني طبعا بسم الله الرحيم طبعا مبروك لنادي الأهلي طبعا تأهلوا الدور قبل النهائي إن شاء الله يعني يتوفى بإذن الله ويقدر يحقق إنجاز بإذن الله ونغير المدالية شوية طبعا يعني أنا بحقي طبعا وبشكر جماهير المغرب ودي حاجة مش غريبة على جماهير العربية لما بتلاقي فرقة عربية بتشارك في بطولة عالمية المسندة والتحديد الحفيز والتشجيع يعني دي حاجة مش غريبة على جمهير العربية وده اللي إحنا محتاجينه الفترة اللي جاية وإن إحنا لازم نقرب من بعض ولازم يبقى النجاح لأي فرقة عربية بتشارك زي ما شوفنا المغرب كان العالم العربي كله كان بشجع منتخب المغرب كسل عالم الفات فأنا شايف إن هم طبعا فرقين بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي ويمكن موصلين الانطباع وموصلين الإحساس إن النادي الأهلي ما بيلعبش ببرة مصر بالعكس يعني حسيت إن إحنا نلعب جوا مصر وإن الجمهير دي موجودة بالشكل دوت وبالكم دوت ما حسناش إن إحنا خارج مصر ودي حاجة يعني حاجة بنشكر عليه جمهير المغربية والمساندة الكبيرة للنادي الأهلي يعني الفترة دي في ناس كتير شايفة إنه وجود البطولة على في دولة عربية جمهير المغربية وجودة شايفين إنه ده هيدي حظوظ للأهلي أكتر في ريال مدريد أو داعم نفسي أكتر قدام موصل الأهلي مع ريال مدريد حضرتك شايف ده إزاي طبعا يعني نشاف إنه ده طبعا حقيقي إن المساندة الجمهيرية خاصة لفرق كبيرة زي النادي الأهلي أكيد بتفرق بشكل كبير جدا للعيبة داخل الملعب ويمكن اللعيبة بتحاول تركز أكتر وبتحاول إنه هي تحقق حاجة تنجح الجمهير وتفرح الجمهير أنا شايف إنه ده حاجة طبعا في صلح النادي الأهلي وإن اللعبة النادي الأهلي مش غريبة عليها إنه هي تلعب في كم الجمهور ده وقتا أنا شايف إنه طبعا هيبقى إن شاء الله بإذن الله عامل إيجابي للعيبة داخل الملعب وإن شاء الله يسندوهم بشكل كبير وبإذن الله يحققوا الهدف بإذن الله ويفرحوهم إن شاء الله بإذن الله يمكن من كلام حضرتك شوفنا مبارح تصريح لمهندس خالد مرتجي هو بيقول إن إحنا نفسنا الأهلي يفضل يلعب في كل إنه الملعب يبقى full capacity إنه لما نيجي مصر نلعب ويبقى الجمهور كلهم موجود وقد إي الجمهور بيفرق مع النازل لا حقيقي طبعا حقيقي طبعا يعني هي الكرة عموما هي المتعف الجمهور والتواجد الجمهوري داخل الملعب وإن الملعب لما تبقى مليانة بتدي روحه وحماس ويمكن اللعبة بتلعب تحت ضغطه وبتلعب عاملة حساب الجمهور دوت وبتدي أهمية كبيرة جدا فطبعا العمل الجمهور جوه الملعب يريد نشوفه هنا في مصر إحنا مفتقدين وبقالنا فترة كبيرة جدا ويمكن بدأ يعني الفترة الأخيرة يخش بنسب لكن محتاجيني النسب دي تزيد اللعبة لازم تلعب تحت الضغط دوت واللعبة لازم تتحضر لحاجة زي كده وده كمان بينجح البطولة بتاعتنا وللي شفت الجماهير أو فتحت الموضوع للجماهير هنا في مصر هتلاقي البطولة نفسها وبطولة الدوري هتلاقيها أكثر حماسا وهتلاقي أكثر نجاحا وهتلاقي الشكل برضو العام للدوري والقيمة التسويقية بتاعته هزيد فالجمهور طبعا هو أساس اللعبة فمحتاجين طبعا نشوف الكم دوت في ملعبنا إن شاء الله الفترة اللي جاية عايزة بقى روح لنادي الهلال اللي بداية خرج من البطولة هل حضراتك متوقع أنه الهلال والأهلي هيكونوا موجودين في النهائي ولا لا قدر الله يلعبوا ثالث ورابع زي ملعبنا قبل كده أكيد طبعا بتمنى طبعا بإذن الله يكون النهائي طبعا بين فرقتين عربية لكن أنت بتتعاملي برضو إن النادي الهلال هيلعب روح للمدريد والهلال هيلعب الماتش اللي جاي برضو ماتش صعب عنده فيمكن برضو هتلاقي الأمور صعبة جدا الموضوع مسهل تحضير بقى الخطة وتحضير التجهزية للفرقتين أكيد كل فرقة دلوقتي بتبدأ تشتغل على بالضبط بتقدر تشتغل على أي نقطة الضعف وإي نقطة القوة وأنا هقفل إزاي وهشتغل إزاي أكيد الموضوع هيبقى صعب لكن أنا شايف أنه مش مستحيل شايف أن الرهبة بس في بداية المباراة هي اللي هتفرق يعني فكرة النادي الأهلي لو لعب بنفس التركيز الماتشيني اللي فاته بنفس الالتزام الدفاعي والالتزام الهجومي وعدم الاستعجال شايف أنه ممكن يحقق المفاجأة نروح لمرسال كولر راجل بدون خسارة مع الفريق ولا خسارة متصدر الدوري بفارق نقاط كبير جدا سوبر أخد سوبر ومتأهل لكاس مصر ودلوقتي كاس العالم الأندية برضو بيقدم فيه أداء كبير أول هل شايف أن الأهلي زي بيقولوا كده لقى ضلته في كولر يعني بصي هو كان في البداية ما كانش الأداء أول ما كولر جن مسك الفرقة ما كانش بالشكل اللي الناس متخيلان أننا طبعا يعني الناس كانت بتطمح على الفترة اللي فاتت أننا برضو خسرنا بطولة الدوري السنة اللي فاتت فإحنا محتاجين حد يجي نحسن المصار شايف أنه هو الراجل كان محتاج بعض الوقت أنه هو يبدأ يعني الفكرة بتاعته توصل للعيبة اللي انسجام بين اللعيبة بين بعضها يبقى أحسن شايف الحمد لله الفترة اللي فاتت الموضوع مش يتدرج بشكل كويس مع الفرقة اللعيبة كلها كانت تحس أن في بعض شوية ما بين اللعبة وبين بعضها والبعض دوت ده نتيجة أن اللعبة كانت محتاجة تلعب مع بعض كتير محتاجة تعرف فلسفة الراجل ومحتاجة تعرف طريقة لعب الراجل وأنا شايف أن الفترة الأخيرة في استقرار فني بشكل كبير جدا ما بين الراجل وما بين اللعيبة بدأ يفهم أسلوب اللعب وطريقة اللعب أو الوضع بتاع الدور المصري ويمكن ده تدى للنادي الأهل للفترة الأخيرة الأحقية في الاستقرار والنتائج وده سعدت الفرقة أن هي تبدأ من مطش لمطش الموضوع يبقى أحسن فأنا شايف أن طبعا هو من الحاجات اللي أنا حستها الفترة الأخيرة قربه من اللعيبة وعارف قدرات كل اللعيب عنده ودي مهمة جدا وبيقدر يستخدم اللعيبة في الوقت المناسب حسب احتياجاته وحسب طريقة اللعب اللي هتناسب المباراة اللي هيلعبها فأنا شايف أنه الفترة اللي فاتت لا يعني أنا شايف أنه أنا شخصيا أقنعني الفترة الأخيرة ويمكن المباراةين بتوقع كاس العالم لا أنا شايف أنه يعني الراجل زاكر زاكر الفرق قدامه محفظ اللعيبة ترتيبه حتى في تغييراته في طريقة اللعب في تأسمة المباراة لا أنا شايف أنه هو يعني أدار أدارها بشكل جيد جدا في المباراةين وخاصة الماتش الأخير لا يعني أنا شايف أنه يعني كموفق جدا كمان في السيناريو اللي هو عامله للمباراة ومشي زا ما هو عايز بالزبط فأنا شاب بإذن الله ربنا أكرم بإذن زا ما قلت إن إحنا نمشي بنفس الشكل وبنحاول إن إحنا نشتغل بنفس التركيز وبنفس الأداء صدقيني الموضوع من الصعب كولر خلينا نقول نوصفه إنه راجل دقوب وعنده ثقة بنفسه كبيرة وده باين في قراراته في قراراته في الملعب ونروح بقى من قراراته في الملعب في تغييراته وتبديلاته في آخر كم ماتش إنه يبدل بن شريف وكهربا عبدالقادر وطاهر حضرتك شايف تغييراته داخل الملعب إزاي ما ده اللي نقطه لحضرتك هو فكرة إنه هو بيقرى الفرق اللي قدامه وبيقدر يشتغل على النقطة القوى عندها ونقطة ضعف فبتبقى كل مباراة بيبقى ليها التاكتيج بتاعها وبيبقى ليها أسلوب اللعب بتاعها فهو بيبدأ يختار في الحالة ديت مين اللي هيقدر يناسب طريقة لعبه ممكن يبقى فيه لعيب زي مثلا حسين شحات عمل ماتش الأولاني ماتش جايد جدا لكن ممكن طريقة اللعب في المباراة التانية مش محتاجة فده ما يقللش من حسين فهو بيشتغل على التاكتيج اللي أنا هلعب بيه في المباراة أو إيه اللي هيقدمني في المباراة أنا هقابل مين؟ أنا هقابل مين؟ بالضبط فيمكن هو اشتغل على كده الفترة اللي فاتت وأنا زي ما أقولك أنا كنت مبسوط جدا باللي هو عمله في المباراة اللي فاته وتأسيمة الوقت أو احتياجاته عملها بشكل جاد جدا ويمكن خدمة النادي الأهلي ويمكن الجلج في الدقيقة 86 فيمكن حتى في وقت الناس كانت بتتحضر أنها تلعب الوقت الإضافي لكن تغييراته جاد في الوقت المناسب التغييرات عملت إضافة وقوية للفرقة الحلول الفردية في ظل العمل البدن لفرقة ستال يمكن قل شوية فهو استغلوا استغلوا بشكل كبير جدا بنزول عبدالقادر ونزول كهرباء ونزول شريف وقفشة يمكن دوت عمل نقطة تحاول للنادي الأهلي في الحتة اللي قدام فأنا شايف أنه أقسم المباراة الفترة اللي فاتت بالشكل اللي هو يناسبه بطش بقى ريال مدريد المنتظر من الجميع وخليني أقول لحضرتك على حاجة يمكن الناس كلها بتقول كيفية أن أنت هتلاعب ريال مدريد مش مهم النتيجة لكن الأهلوية قاعدين من مبارح بيفكروا هنأعمل إيه علشان نكسب ريال مدريد والروح اللي موجودة في النادي الأهلي دي أعتقد وعند جماهير النادي الأهلي كمان بالأخص هي اللي بتخليه النادي الأهلي متش ريال مدريد حضرتك شايفه إزاي ومتوقع له إيه طيب بصي يعني في البداية أنا أحبب أن إحنا لازم نتخلص من فكرة الأداء المشرف بالزبط وأن إحنا لازم يبقى عندنا طموحات أن إحنا نوصل لأعلى حاجة حتى لو يعني أعلى حاجة ديت ممكن يبقى في الوقت الحالي صعب أو بعض الناس بتشوفها أنهو مستحيل أنا شايف أن في الكرة عموما ما فيش مستحيل أنا شايف أن الموضوع هو بيحتاج أن أنت تشتغل قويس قوي وأن أنت تتعب وأن أنت تبدأ تبقى مركز بشكل كبير جدا وتعرف الفرقة اللي أنت هتلعبها إيه المقاومات اللي عندها وإيه نقطة القوة وإيه نقطة ضعف أي حد أي فرقة في العالم عندها أخطاء وأي فرقة في العالم عندها نقطة ضعف فهي الفكرة كلها أن أنت في الوقت دوت هتقدر اللعيبة الرغبة والطموح والسعي على المكسب هيبقى هيبقى اللعيبة مركزة بشكل كبير جدا عشان تقدر تتركز وتحقق المكسب ولا اللعيبة الرغبة بتاعتها هتبقى ولعيلة وإن هما بالنسبة لهم عايزين يلعبوا مباراة قوية ويقدوا بشكل كويس ويبدلوا التشارتات وخلاص بالضبط فهي ده نديها نقطة بالضبط هي دي نقطة التحول اللي هتبقى في إيد اللعيبة مش في إيد حد تاني أنا شفت تصريحات كولر الراجل لا الراجل واخد الموضوع أنا عايزة أكسب وعايزة حقق إنجاز وعايزة حقق ميداليا فيارب الإحساس دوت والدوافع ديت توصل للعيبة ويبقى الموضوع مش أداء مشرف لأ أنت تقدر أن تتحقق إمكان أنا كنت من الناس الحمد لله لأنني كانت محظوظة أن أنا لعبت مباراة ريال ماريد 2001 آه أنا عايزك تقولي عن كوليس المباراة طيب طيب إحنا كنا ساعتها كنا لسه مخلصين معصر الإعداد في البرتغال ورجعنا على المباراة آه يعني تحضرنا المباراة أن أنت هتلعب أصد ريال مادريد ويعني نجوم العالم في الفترة دي تزيدانه فيه جوة روبرتو كارلوس فيمكن الموضوع برضو كان بالنسبة لنا حلم أن الواحد يلعب في مباراة تاريخية زي كده زي ما قلتلك هي الرهبة أول عشر دي آه بس كانت موجود لكن طبعا طبعا يعني الحرص الزيادة وأن أنت هتلعب أصد نجوم العالم دي حاجة كانت بالنسبة أنا هنكون لسه برضو في الفترة دي لسه منتخب شباب لسه رجعين من بطولة العالم وكنا محققين ثالث عالم في الفترة دي فرجعين الحمد لله يعني كانت عندوكم الأجواء عندنا الأجواء دي فكان بالنسبة لنا آه أنا هلعب أصد ريال مدريد لكن أنا برضو لا أنا عايز أقدي بشكل كويس وعايز أنجح وعايز أكسب فيمكن الحمد لله زي مولتلك هي كانت أول عشر دقيقة أو ربع ساعة الرهبة لكن بعد كده الموضوع جوه الملعب طبيعي جدا مع المساعدة الجاميرية اللي احنا كانت موجودة في الفترة دي بالعكس لا الدنة دفع كبير جدا ودنة طموحات أن أنت لا أنت ما ينفعش تقدي أداء مشرف لا أنت تقدر تكسب وتقدر أن أنت تعمل تاريخ لنفسك وهتتحسب في السي في بتاعك أن أنت كسبت أبطال العالم أو نجوم العالم في الفترة دي والحمد لله يعني كندات حقق عشان كده بقولك اللعيبة عليها أنت عمل كبير جدا أن هي لازمة تقول لهم إيه بما أنك خلينا نقول جربت قبل كده ماتش ودي وماتش رسمي يمكن أن ناس تقول لك فيه فرق بس أنا ما بشوف أن الفروقات مش كبيرة قوي تقول العيبة إيه يواجه كلمة للعيبة للعيبة الناس الأهل بصي أنا عايز أقول لك حاجة هي الفروقات ما بين أوروبا وإحنا أنا شايف أن هم ملتزمين أكتر هم عندهم الطموح بلا حدود أنا شايف إن ده لو تنقل لنا أو اللعيبة بدأت تشتغل إن أنا أوجد لنفس دوافع وطموحات وإن أنا محتاج إن أنا إيه المانع إن أنا ألعب على البطولة واخت كاس العالم العندية وإن أنا حق البطولة وإن أنا حق الميدالية الزهبية أنا شايف إن الدوافع لو اتواجدت عند لعيبة النادي الأهلي صدقين المطش هيبقى سهل جدا لو هم اشتغلوا بنفس التركيز بنفس قربوهم من بعض بنفس الصقة اللي لعبوا بها المطشين اللي فاتوا إن هم مش مستعجلين معظم الوقت أنا شايف من الحاجات اللي ادت النادي الأهلي الأفضلية المباراتين اللي فاتوا إن النادي الأهلي فرض شخصيته اللي هي بيلعب كورة ومش مستعجل وبينقل وبدور الملعب وإن هو عنده ثقة في الأداء فأنا شايف إن دوت لو اتطبق المطش ريال مدريد صدقيني المطش هيبقى سهل جدا المطشات الكبيرة ديت لما الواحد بيلعب بثقة وبيلعب بالروح بتلاقي المطش جوه الملعب سهل جدا هتلاقي هتلاقي إن أنت اللعيب اللي بيمسك كورة وعايز باص اللي عايز عدي اللي عايز رأس هتلاقي الأمور جوه الملعب سهلة لكن زي ما قلت هي أهم حاجة اللي يبقى عنده الرغبة والطموح إنه هو يكسب ما يخافش وما يلقش يبقى عنده ثقف نفسه وعنده ثقف في زميله جوه الملعب إن أنا أقدر إن أنا حقق المكسب وإن أنا أقدر أكسب المباراة حتى لو أنا بعب مع فرقة كبيرة زي ريال مدريد لكن الموضوع أنا شايفه الصعب هو موضوع كله محتاج تركيز واهتمام وإن أنت تشتغل وتعرف واجباتك في المباراة دي إيه وهشتغل إزاي وهبدأ أقسم دوري إزاي أنا شايف المباراة بإذن الله لو يشتغل بآخر دقيقة عندنا الفقرة يسألك أسئلة وإجابتها سريعة جدا توقعات حضرتك للمباراة قدام ريال مدريد الأهلي قدام ريال مدريد توقعات الأهلة هي هي حق المفاجئة يا رب مين هيبقى رجل المباراة رجل مباراة أنا بالنسبة لي الأربعة اللي وراء مع الثلاثة اللي في نصر الملعب مين هيكون صاحب أول هدف أتمنى يكون محمد شريف لاعب هيكسر التوقعات بأداء في موتش ريال مدريد بيرسي تاو بيرسي تاو الشوت الأول هيكون من وجهة نظرك في تحفز ولا يعني جس نبض زي بيقول ولا هتلعب هتهاجم ما ظنش إن الموضوع هيبقى الرجل هيشتغل بالضغط من قدام لا بالعكس هيبدأ يقفل مساحيات ويقرب الخطوط بينها وبن بعض زي المطشنين اللي فاتوا وانا شايف إنه هو لو قدر يستحوذ بالكرة في الشوت الأولاني شايف إن الموضوع هيبقى سهل الشوت التاني ماذا لو اتعدلنا صفر صفر ورحنا لدربات الجزائية شايف مين حظوظه أكبر أتمنى النادي الأهلي لكن طبعا الموضوع بيبقى خارج التوقعات صح صح كابتن حضرتك نموارتني وشرفتني وأنا مبسوطا أنت كنتم موجود معي النهاردة وإن شاء الله نحتفل الأسبوع وكي كلنا بفوز النادي الأهلي أخيرا وجه كلمة لجمهور النادي الأهلي يعني بقولهم طبعا أنتوا السند الكبير للفرقة وأنتوا الظهر الفرقة وثقاتك وفترة اللي فاتت ورا الفرقة هي لوصلت النادي الأهلي أو وصلت الفرقة للمستوى دوت وللدعم دوت أنا بتمنى أنتوا تفضلوا على طول كده في ظهر الفرقة أو في ظهر النادي النادي الأهلي نادي كبير بيكم وإن شاء الله بإذن الله يحقق الإنجاز ويفرحكم بإذن الله فترة جاي يا رب يا رب إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا شكرا نورتنا وإن شاء الله يوم الأربع نكسب ونفرح كلنا خلصت حلقتنا دلوقتي لكن هنروح لفقرة استشارة بي لكن هتكون من حلقة سابقة استنونا بكرة في حلقة جديدة ومواضيع مهمة